السلام عليكم النهاردة هنعمل فكرة حلوة جدا اطلبت مني على الاستجرام وهي ازاي نعمل الصبارة الركصة من الفوم بس هنعملها ازاي هنعملها بطريقة حلوة جدا تكون قريبة للجهزة طبعا هي مش هتغني بس هتكون حلوة جدا كديكور مكتبي ليهم في المدرسة وساعدهم على المذاكرة كل اللي هعمله ان هجيب الفوم كده وهبدأ ان انا ارسم الشكل بتاع الصبارة هعمل منها اتنين زي ما انتم شايفين كده بنفس المقاس وبعد كده هجيب شفاطة عايز حاجة مرينة شوية بحيث انه ما ممكن يحركوها يمين او شمال تبقى بتتحرك معهم يعني ممكن لو هزوها او رب حاجة هتكون مرينة هي الشفاطة الجزء اللي هو فيه السوستة ده او اللي هو بيلف هو دوت اللي احنا هنشتغل عليه هابدأ كده ان انا احط كميك وعيزها من الشام هاو هلزق الشفاطة بميلة كده بحيث انها تديني السنة بتاعتريها وجاك كده وفي نفس الوقت برضو مش هلزق اللي هو الجزء اللي بيتحرك عشان لو عايزيني الزهيمين او الشمال انا كده خلاص لزقتها عايز بقى جزء قداماني من فوق كده يبدأ يثبتها لي كمان من فوق فهابدأ اجيب برضو نص شفاطة تانية برضو نفس الكلام كده هعملها بميلة علشان خاطر تبقى امر ان معي الراس ممكن تتحرك يمين او شمال الفكرة دي حلوة جدا ممكن بس ان احنا نحطها على المكتب تديهم احيق كده انها الصبارة راقصة وفي نفس الوقت عايطلع برضو شكلها حلو جدا انا هو ببدأ كده ان انا احط الشمع في الاطراف وهبدأ كده ان انا الزق من الاطراف وصبح بحاول اعمل يعني سنة رفعون كده وانا بعمل في الفوم واي زيادة زي كده معي بشلها على طول بالمص السنة دي بتطلع الزيادة دي بتطلع احنا الردلتين عاملينهم زي بعض بس السنة دي بتطلع لان انا برفع السنة علشان تديني شكلها كأنها منفوخ يعني وفي نفس الوقت برضو هيجي في الجزء اللي هو فوق بتاع الرقبة دوت وهبدأ كده اجيب بواقي من الفوم اللي هو عندي او الفلين او الفايبر زي اي حاجة عندكم زيادة نبدأ كده ان احنا نحشي الجزء بتاع الراس بس وثم بس الحتة دي هتبقى رخمة معكم وانتو بتلزقوها بس بعد كده هتبقى على جده خلاص بصو نعملها واحدة واحدة وهتطلع مع ان شكلها حلو خالص في النهاية او بايدي كده بدخل الاي الفوم او الفايبر كده وببدأ ان انا اكمل جزء جزء معي اكملها بقى كلها كده مع بعضيها كده خلاص عملتها جبت العيون اللي هي بتبقى جهزة دي كده وهبدأ ان انا هلزقها انا عين شكلها يكون بنسبة تسعين في المية قريبة للي هي الجهزة اللي بتتباع كده خلاص هبدأ ان انا هلزق العين كويس وهضغط عليها بعد كده من الفوم عملت بقى كده الصغير لها هبدأ برضو كده ان انا يحس ان البقى كبير شوية اشي لاي زيادة منه وهبدأ ان انا هلزقه بمسادس الشمع بصوه سهلة جدا وعملناها هتوب شكلها حلو جدا طيب ازا نعمل لها القعدة هنجيب طائلة هي العلبة بدعة دي او اي غطة عندكم ونعملوا فتحة ونثبت الشفوطة ونعمل لها البابيونة ديها لشان يكون دي شكلها بصو شكلها حلوة او ازاي هتبقى جميلة جدا نوحة طهرهم على المكتب وهم بيذكروا حاجة تسليهم كده وحاجة فرشة خلص ولذيذة معانا ان الفكرة كناها جابتكم متبخين رجب علايب لايك وشير وسبسكرايب ولو لسه اوم رابط تبايني انزل حينا فعل اشتراك وانشان يوصلك الجديد اول باو شكرا جدا لكم ومع السلامة